كيف اللي أنا بحبه كده علشان بحاول يعني أسهل عليكم ما تفقريش وما تحتريش وتفقري كل يوم هنعمل إيه أنا طبعا بقدم لك سبع وجبات سبع أكلات إن شاء الله للأسبوع اختري منها كده حبيبي يعني اللي يريحكو واللي يتناسب مع ظروف كل بيت ومع اللي أنتو بتحبوه واللي ما يجب كيش تحطي فكرة تانية ياسي بيه وخدي فكرة من السبع أفكار أو السبع أكلات اللي أنا بقدمهم لك نبتدي نشوف نخش كده حبيبي على المينيو ونشوف أول يوم كده أنا كنت عاملة في إيه نشوف بقى حبيبي النهارده أنا النهارده كنت عاملة على الغداء صانية بطاطس ورز بالشعرية وجنبها فريخ طبعا ممكن تبدلوا الفريخ للناس اللي مش بتاكل الفريخ قوي وتجيب لحمة وبرده نعمل برضه جنبها يعني صانية بطاطس سهلة طبعا تعرفين صانية البطاطس ما بتاخدش مننا وقت تماما الجو ساعة بقى ومش محتاج وقفة كتير في المطبخ فأنا بحاول أعمل دايما في وقت الدراسة بالزيت طبعا علشان في ما بقاش عندنا وقت تأساسا فبحاول أعمل كده أكلات تكون ما تاخدش مني يعني وقت ولا مجهود وخاصة كمان الجو ساعة مش محتاج وقفة يعني كتير في المطبخ ففكرت في اليوم ده أن أنا أعمل فيه بقى صانية البطاطس وجددت عشان لو أنتم تفتكروا كده في المينيو اللي فات أنا كنت عاملة صانية البطاطس بيضة يعني من غير صلصة طماطم بقطع بس عليها كده على وشها كده طماطم لكن اليوم ده بقى جددت فعملت صانية البطاطس اللي هي الحمراء زي ما أنتم شايفين كده وجنبها رز بالشعرية والفريخ ممكن كمان تحطي جنبها بقى شوية صلطة أو شوية مخلل ندخل بقى اليوم اللي بعده ونشوف إحنا كان معنا في إيه الأسبوع ده بقى يا حبيبي أنا اشتريت فيه كيلو لحم مفرومة وقسمته هتشوفوا أن أنا استخدمت اللحمة المؤكد واللحمة المفرومة ده في أكتر من أكلة يعني اليوم ده أنا عملت فيه حووشي برضو سهل كده وسريع وتعمه بيبقى حلو قوي والولاد كلهم بيحبويا إما بقى طبعا تسويه في الفرن إما تعملي حووشي في الطاصة من فوق أو تعمليه في الفرن ولو تبقى تشليه في التلاجة وسخنيه تاني يوم في حتة زبدة بس كده على الطاصة هيديكي طعم يعني خرافة لو جربت حتة الزبدة دي أو سامنة بلدي وسخنتيه في الطاصة طعمه بيبقى حلو قوي فده كان أسهل حاجة بالنسبة لي برضو جنبها برضو صلطة خضرة أنا كنت عاملة جنبية صلطة خضرة أكلة جميلة جدا جدا مش هتاخد منك وقت وفي نفس الوقت زي ما قلتلك كده يعني كيلو اللحمة المفرومة أنا قسمته لكذا أكلة هتشوفوا كمان لسه معنا أكلات تاني باللحمة المفرومة بالكيلو اللحمة المفرومة جزء بس اللي عملت به الحووشي نشوف بقى اليوم اللي بعده كده إحنا معنا في إيه معنا النهاردة بقى الأكلة الشعبية المصرية الجميلة اللي لازم طبعا هو نعمل بقى أكلات كده يعني اقتصادية حلوة عملت النهاردة الكشري الكشري المصري اللي هو العدس بالجبة العادي لو مش حابين تعملوه ممكن تعملوه كشري عدس أصفر برضو بيبقى جامل أول هو الكشري إسكندروني بالعدس الأصفر بيبقى طعمه برضو حلو قوي آآ طبعا جامبيه صلصة اللي هو الطبق الأحمر اللي انتوا شايفينه ده والطبق التاني هتلاقوا فيه شطة اللي هي شطة زيت وهتلاقوا فيه طبعا للناس طبعا اللي هي بتحب الشطة لو انتوا بش بتاكلوا الشطة يبقى طبعا ممكن تستغنوا عن موضوع شطة زيت ده آآ والجزء التاني من الطبع أنا عاملة فيه دقة اللي هي بالتوم والخل وملح وكمون حلو قوي زي بتاعت برة كده بالزبط هتلاقوا بقى طريقة الكشري بالتفصيل وهتلاقوا الشطة الزيت دي معمولة آآ عندكم في فيديو على القناة آآ لو دورتوا هتلاقوها للناس اللي لسه مبتدئة أو الناس اللي بش بتعرف تعمل الشطة دي الشطة دي بتبقى تحفة على فكرة وحمية جدا زي بتاعت المحلات بالزبط آآ طبعا زي ما قلتلكم في أكتر من مينيو ان احنا نحاول نحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل اكلنا حبابي في البيت علشان آآ يعني نحافز كده على صحتنا وعلى صحت أولادنا وانحاول ان احنا منجيبش اكلنا من برة فعايزين ناكل كشري يبقى نعمل الكشري في البيت آآ بيطلع برضو جميل جدا برضو مننا ووادينا عملنا الدقة والشطة والسلسة زي برة بالزبط نشوف بقى حبابي اليوم اللي بعده انا كنت عاملة فيه ايه وإيه الفكرة اللي انا بقدمها لكم فيه في اليوم بقى بتاع النهاردة ده انا كنت صحيح اتعبينة ومش عارفة اعمل اكل ايه ومش قادر اقوم آآ كان عندي فيه شوية برد كده فقعدت افكر ايه اسرع حاجة يعني ممكن اعملها ففكرت في حكاية الفراخ والملوخية والرز دي كان عندي فرختين صغيرين فراخ حشو مش فراخ كبيرة هي بس يمكن تكون الصورة او الكاميرا هي اللي موضحة قدامكم الفراخ كبيرة لكن هما الفراخ صغيرة يعني ففكرت ان انا اعمل الفرختين واعمل جنبهم شوية ملوخية طبق يعني ملوخية ورز وتبقى كده الحمد لله اليوم يعني اكل فيه حلو وفي نفس الوقت اليوم قضي من غير مجهود جامد ومن غير يعني تعب وفي نفس الوقت عملت اكل يعني للولاد فاليوم النهاردة كان يعني اسرع حاجة او اسهل حاجة هي الملوخية طبعا اتعرفين الملوخية دي مابتخدش وقت تماما فكان بالنسبة لي فكرة الملوخية دي فكرة كويسة يعني فاليوم ده انا عملت في الفراخ مع الملوخية مع الرز. نشوف بقى حبيبي كده اليوم اللي بعده في ايه? نشوفي حبيبي يومنا النهاردة كان في ايه? النهاردة انا كنت عاملة على الغدا كفتة وكبدة كده مشوحين مع بعض الاثنين مع بعض في الزيت والية. اتلاقي الطريقة بتاعتها نازلة عندكم على القناة. اكلة خفيفة وجميلة. طبعا الكمية المناسبة زي ما انتم حابين انا كنت عاملة نص لحمة مفرومة عملتها كفتة مدورة كده زي ما انتم شايفين. زي بالزبط كده اللي احنا بنشتريه من المحلات اللي بتبيع الكفتة والسجوء والكبدة. طعمها جميل جدا. رحتها رحتها يعني كانت جاية المسافة بعيدة. هتعجبكم جدا ان شاء الله الاكلة دي جربوها. ما خدتش مني اي وقت خالص اكلة سريعة كده. حوالي يعني تقريبا هتاخد منوك عشر داق ربع ساعة بالكتير. ان شاء الله وهتعجبكم قوي وتعمها هيكون جميلة. اه كمان انا بحب اشوي معاها خضار انا بشوي الخضار في الفرن بحطه في صانية وبدخلوا الفرن. اه بشغل الفرن بس مش بشغل الشواية. كنت عاملة جنبها بصل وطماطم مشويين والفلفل. اه فلفل حامي وفلفل رومي. اه بصوا شكل الكفتة والكبدة شكلها جميل جدا يعني. والكبدة طبعا مغزية جدا بالنسبة كمان للولاد يعني. وهي عاملة جنبها كمان مقارونا بالسلسة. مقارونا مسلوقة ومعمولة بالسلسة عادي جدا بطريقتنا العادية يعني. اه وطبعا عيش للنس اللي بتحب ان هي تغمس الكبدة والكفتة طبعا بالعيش. ده كده كان اكل النهاردة. نشوف كده بقى اليوم اللي بعده. احنا كان معنا في ايه. النهاردة بقى انا كنت عاملة صنية مكارونا. اه صنية مكارونا بالبشاميل. اه باللحمة المفرومة طبعا زي ما قلتلكم كده الكيلو اللي انا جبته عملت منه الكفتة عملت منه الحووشي. اه شلت حتة من من النص كيلو اللي انا عملت منه الكفتة حتة صغيرة عشان اه اعمل بيها اللحمة الصنية المكارونا. وكنت شايلة حتة برضو من النص كيلو اللي انا عملت بيه الحواوشي علشان اا اكون لاتنين على بعض واعمل بيهم صانية مكرون انا دايما بعمل كده لما بجيب لحمة فرومة واعمل بها اي حاجة لو فضلت كده تشيلي اا من يعني من هتعملي كوفتة مسلا هنشيل جزء كده من حتة لحمة مفرومة هتعملي حواوشي شيلي كده على جنب حتة لحمة مفرومة وكزلك برضو الفراخ لو انت مسلا عندك فراخ اا متبقية منك ممكن برضو تشيليها كده على جنب وتتعملي برضو المكرونة يعني بدل ما تبقى باللحمة تبقى بالفراخ وكزلك برضو البنية لما بجيب وبشل برضو حتتين او تلاتة وبعملهم برضو آآ مكرونة بالفراخ آآ فطبعا انا عشان كان عندي اللحمة المفرومة زي ما قلتلكو كده فانا شلت جزء بقى من اللحمة المفرومة وطلعت وعملت بماكارونا المكرونة صانية المكرونة بشامل في اليوم اللي��� artistic вكرامليه دا ما عملتهاش بالمكرونة للقيلم لان انا ما كانش عندي لقيت ان انا ما عنديش مكرونة وولااا قالوا ليأم أحنا عايزين ناجد سننت مكارونا باش أمل فألت خلاص طالما ما عنديش مكارونا أنا أقدر أصرف نفسي يعني بأي حاجة أنا ما بحبش دايمة الدنيا دوت توقف معي على أي حاجة يعني. فألت خلاص أنا هعملها بالمكارونا المقصوصة. طبعا في ناس بتعمليها بالمكارونا الأسباكتة برضو بتبقى حلوة. بس أنا دائما دائما يعني بعملها بالمكارونا الإئلام إلا لو ما عنديش بقاء زي اليوم دا كده Boschi قررت بقى انا اعملها بالمقارونة المقصوصة زي ما انتم شايفين كده وطلعت على فكرة طعمها جميل جدا مفيش فيها اي اختلاف يعني يعني جربوها لو وقفت معاكو الدنيا ما كانش عندكو يعني متوقفش معاكو الدنيا على حاجة يعني ان شاء الله نشوف بقى كده يلا اليوم اللي بعده بقى انا كنت عاملة في ايه اليوم النهاردة بقى كان ختام للأسبوع بتاعنا واخر وجبة معينا وهي كانت البيتزا يعني عادة لما بعمل البيتزا فعلا بعملها في اخر الاسبوع لشان اللي يتبقى مني من الاسبوع من اي حاجة بقى عندي فراخ بقى عندي لحمة عندي قلب التونة خضار بس اي حاجة بحطها على البيتزا يعني البيتزا دي انا بعتبرها ايه نجدة اليوم ان احنا نكون عملنا فيه اكلة وفي نفس الوقت نحط فيها اي بواقي عندنا انا اليوم ده بقى كنت عاملها بالتونة انا كان عندي قلب التونة وعملت يعني صانيتين بيتزا بالتونة كانت يعني طعمها حلوة او طبعا معها خضار بقى اي حاجة انتو حابين طبعا ان انتو تحطوها لو بقى فراخ حتى لو مسلوقة احنا ممكن تشوحي كده الفراخ يعني تقطعيها مع شوية بصل وشوية فلفل وطماطم وتعملي بقى الفراخ بتبقى طعمها برضه حلوة قوي سجوء اي حاجة موجودة عندك ممكن ان انت تعملي بها البيتزا وعليها الجبنة من فوق والولاد كلهم بيتحبها وتعمها بيبقى جميل جدا البيتزا ولو تبقى سخاني منها بقى بالليل للعشا يبقى انت كده خلاص تمام عندك الغداء وعندك كمان العشا ده كده كان اخر يوم معنا اتمنى يا ربي فيديو النهاردة كده يكون عجبكو وتكونوا استفدتوا من الافكار لانا قدمتها لكم خدوا منناها حبيبي الافكار اللي انتو حبينها واللي انتو عايزينها اتمنى بقى ما تنسونيش في اللايك تعملوا لايك وتعملوا شير الفيديو مع اصحابكو علشان نرفع اللايك لناس كتيرة والناس كتيرة تشوفوا تستفاد كده معنا لو انت حبيبتي في القناة عندي لاول مرة اتمنى انت تدوسي على الزرار الاحمر ده وزرار الاشتراك سمسمة من قناة الحقيقة احلى مع سمسمة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.